اهلا بحضراتكم الجديد على شاشة جو تي بي سي والصهرة الخاصة من المسرح القاومي ونحاول ننقل لحضراتكم تفاصيل وحكايات عن المتفائل خلوني ارحب بالفنان احمد شاكر مدير المسرح القاومي نضمي لنا اهلا بحضرتك لوسرح اهلا بحضرتك طائم اهلا بحضرتك لوسرح القاومي اهلا بحضرتك انا عايزة اسألك سؤال مباشر كده وعلى طول يعني حضرتك كنت لسه بتقولي انه حضرتك في المسرح القاومي تقريبا 6 شهور 5 شهور اهلا ليه دايما المسرح القاومي مرتبط في ازهان الناس بالاعمال الثقيلة والضخمة والدسمة واللغة وا 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 لعشان عندنا تاريخ عظيم من النجاحات على مدار 99 سنة جاءت انتاج كانت الاساس في نجاح فن التمثيل في الوطن العربي هم ناس على فكرة ما كانوش ليهم ارتباط بالدولة كانوا عبارة عن ناس عاديين افراد عاديين منهم الغني ومنهم الفقير كان فن التمثيل في بدايات القرن الناس بتبصيلي على انه هو مهنة اي كلام فالناس دي غارت جدا على فن التمثيل وشافت انه هو المستقبل هو قوة النعمة اللي جاية وابتدوا يشتغلوا عن هذا الموضوع فطلب يبقى لهم مكان فالخديوي ساعتها اداهم هذا المسرح ولو بصيت جوه هتلاقي مكتوب 1920 مسرح مجوه عظيم الحقيقة يعني بقى لنا 99 سنة في هذا البناء العظيم ولو بصنا كمان على الدزاين اللي معمول الدزاين الاسلامي ده ده تجديد من طلعت باشا حرب سنة 35 وقت متعملت الفرقة الفنية الفرقة القومية للمسرح القومي عشان يتقال ان الفن شيء مرتبط بالاديان مرتبط بالاخلاق ولذلك دايما تاريخ المسرح القومي تاريخ مشرف ولما السينما جات مصر كاختراع نجاح السينما جي لان كان في ناس جاهزة بتمتهن هذه المهنة بشكل راقي ومشرف لها مهنة التمثيل ده الانطباع اللي اتخذ على المصرح القومي بس انا لمحت في سؤالك حاجة وهي ان الناس تعودت على حاجات الكلاسيكية من هنا في حاجات أعمال كان في فترات نهضة في الاربعينات والستينان في أعمال بعد كدي كانت إعادة استنساخ لنجاحات الاربعينات والستينان بس مشكلتها ان عمر العمل ما هيجي زي العمل الاصلي لان العمل الاصلي دايما بيعبر عن الفترة بتاعته بيعبر عن ثقافة العصر بيعبر عن لغة العصر بيعبر عن مشاكل العصر وبيعبر كمان عن مفردات حتى الفاش loose واللبس بتاع العصر فلما نيجي نعيد استنساخ هذه المسرحيات أكيد هتبقى الناس شايفاها بشكل مختلف إنما إحنا لو اشتغلنا على الكونسبت أو على المبادئ العامة أو على الفكر اللي اتعمل بها هذه المسرحيات هنفضل دايما متجددين ونفضل دايما فينا روح الشباب والابتكار يعني أنا لما أقول لك ألفرد فرج نعمان عشور صلاح عبدالصبور سعد الدين وهبة على مستوى الكتابة كلمنا على المخرجين طبعا لو ذكرنا كل أسماء المخرجين كان مطاوع سمير العصفوري جلالي الشرقاوي شاكر عبداللطيف لو اتكلمنا على مستوى الممثلين كل من أبدع وارتبط اسمه بهذا المكان في هذا العصر كانوا شباب كانوا زي ما حضرتك شايفة هاي ظرف المتفائل عمل إيبقى الفترة دي في مصرح المتفائل استعاد هذه الروح هو معادلة جديدة طرح جديد لفكرة الكلاسيكيات ولكن باللغة العامية من خلال البساطة من خلال إن احنا بنقدم نص عالمي مليان مضامين مهمة جدا بنتكلم في التفائل وبنتكلم في فلسفة الحياة وإزاي الإنسان يتجاوز المشاكل اللي بتواجهه ولكن ببساطة بسامح حسين اللي الناس كلها بتعشقه ممثل خلوق ومؤدب ومقدر قوي قيمة النواف على خشبة المصرح القومي وما بيدارش على الدحك لأن الدحك سهل وهو مبدع في الحكاية دي ولكن بيدار عك تمثيله على الإقناع صهر الصيغ في أحلى حالتها المخرج طبعا عمل مجهود رائع إنه حول نص الفولتير ناستخاف تقدمه بره لأنه جاف وجديد لنص عامي باللغة العامية في بقى عناصر إبار مزيكة مؤثرات فاشون استعراضات والحقيقة وزارة الثقافة طبعا اللي هي بتدعم الانتاج أو هي جهة الانتاج الحقيقية من خلال البيت الفني للمصرح لم تبخل عن هذا العرض عشان توفره عناصر النجاح اللي حضرتك شفتيها ومن هنا بيجي النجاح بس بأسلوب العصر اللي إحنا فيه بطريقة نعرف نكلم بها الناس وكل الأسرة المصيات لقي نفسها في هذا العمل الفني سيد سامح عايزة أسألك كنت متوقع النجاح ده ما شاء الله الله الحمد لله إحنا أنت كنت بتقولي كمان على الهوى من شوية إنه وفيه مأجوزات لقدام كنت متوقع ده ما تحضر هو زي ما أنا قلت لحضرتك أنا متفائل وعندي حصن ظني كبير جدا في ربنا سبحانه وتعالى إن على قد ما إحنا اجتهدنا أسل كل عناصر النجاح ربنا سبحانه وتعالى من فره الله إحنا اجتهدنا جدا وأخلصنا جدا واخترنا مشروع قوي ومبهج ويليق بالمصرح القومي ورانا جهة إنتاج إذا كان الأستاذ أحمد شاكر مدير المصرح القومي زي ما حضرتك شايفة يعني بصي الوقت قد إيه وهو قاعد فوق قاعد شجال في المكتب ومن الصبح قاعد هنا لو عاوزنا أي حاجة بنكلمه في أي وقت إدارة وعية لأنه كمان هو ممثل فنان فهو إدارة وعية عارف إيه المشاكل اللي ممكن اللي أنا بقولها هو عرفها مش هيبقى مش هيقول إن أنا بتجنى على حاجة يعني والحمد لله ما فيش مشاكل خالص إذا كان بيت الفن المصرح أو الوزارة الثقافة من أول سيدة الوزيرة يعني دايما على اتصال لسوز أحمد وبيا وبإسلام تطمن إيه الأخبار فكل الدعم هما بيأملوا فينا ويا رب نبقى عند حسن ظنهم إن إحنا نعمل حاجة للمصرح القومي زي ما الأستاذ سميحة أيوب جات وشرفتنا فوق رأسنا وقالت أنا بشهد افتتاح المصرح القومي مش افتتاح المتفائل كأنه افتتاح جديد للمصرح القومي دي جملة قوية جدا وعلقت على اللي حضرتك بتقوليه إن الأسر موجودة ده نادر لما تلاقيه في المصرح القومي أسر وشباب زغير موجود وعلقت على إن إحنا أرش كومبيليت وجات وقالتلي أنا جاية لما أحمد كلمني هي بقى إيه يعني يعني أستاذتنا كلنا طبعا طبعا فقالت لما أحمد كلمني عشان أجا تفرج أسامح أنا كنت جاية وما ينفعش أكسفه لإن ده ابني بس كنت جاية وأنا حط إيدي على قلبي تم أسامح حسين وفي المصرح القومي وفولتير لكن إنت طلعت عملاق من عمالقة المصرح القومي قالتها أنا قلت لها ياريتني كنت معيها في فيديو أو اللي حالي طبعا هنأخذه طبعا تجملة قوية جدا الحمد لله رب العالمين ده فضل ينسب طبعا أولا وأخيرا ربنا سبحانه وتعالى ثم الكل الكتيبة اللي احنا شغالين وهم في ظهرنا كتيبة المصرح القومي على رأسها لسيد أحمد وكتيبة وزارة الثقافة كلها على رأسها أنا عايزة أسأل سؤال ممكن يبقى سيئ ممكن يبقى سيئ زي ما عرفش بس أنا عمالة بفكر أنه السينما وليها مردود معين الدراما وليها مردود معين مجهودهم أقل ما تكسبهم أعتقد أكتر ليه المصرح؟ بحب المصرح أنا دراستي مسرح وحياتي مسرح وهو ده أبو الفنون يعني دايما أقول إن لو ما فيش مسرح قوي ما فيش فن قوي زي ما رسوز أحمد قال هو السينما اللي اختراع ده لما جيه عندنا كان ظهر وبقوة لأن الأساس موجود كان جاهز المصرح هو أهم فيه لقطة كمان لو يسمح لي سامح طبعا فكرة الروح السينما أو التلفزيون احنا بنعمل إيه؟ احنا بنعمل رولنج أو أكشن وبعدين بنشحن نفسنا بنعيش اللحظة وبعدين بعد ما بيخلص الشوت خلاص بنفصل وممكن حد فينا يروح يعمل مشوار ويرجع ويكمل تصوير المصرح ما فيش الحكاية دي خلص المصرح هو حقق من الشحن المعناوي والطاقة والروح اللي لازم نحافظ عليها من أول وإحنا بنقرأ المصرحية كنص في سلطة البروفات لحد آخر ليلة عرض وده شيء صعب جدا أنه يتحقق والحسن الحظ أنا بتكلم لما الواحد يعني ربنا بيوفقه ويشتغل مع المجموعة بهذا الرقي مثل أستاذ سامح أستاذ صهر أستاذ يوسف إسماعيل أستاذ بقى طبعا في المصرحية كلهم مفيش يوم سمعنا أن فيه أي مشكلة في الكواليس مفيش حالة من الغيرة اللي هي تقليدية جدا وعادية جدا موجودة في السينما وفي التلفزيون وفي المصرح موجودة في أي شغلين يا فاندوم فعلا حقيقي ناس مقدرة قيمة هذا المكان وسعيدة وهي جاية تطلع على خشب المصر إحنا بصراحة الأساتذة يعني طبعا بيشرفوني معي في شغل جمعوا شوية حاجات كده من على السوشيل ميديا حابين نقولها كلام تقيل عن المتفائل من السوشيل ميديا حيان إحنا طبعا كل الناس دلوقتي بتهتم بالسوشيل ميديا لأن هي بقية المتفرجة المتلقي بشكل مباشر بين الرأي ومش عن طريق ميديا تاني تخلييني أقول لكم أنه إتقال مرة واحدة لا تكفي إلا هيتفرج مرة هيحب ييجي تاني وتالت مسؤولية كبيرة عليكم هل ممكن تضيفوا حاجات جديدة بعد كل عرض يعني هل العرض بيختلف عن العرض آخر لا إحنا ماشيين على يعني فريم معين وماشيين فيه انضباط شديد جدا حتى لو حضرتك النهاردة هتلاقي ساعة 9 بالثانية بالثانية سترة بتتفتح شغالين دايما للأفضل مش هنشيله ونحطه ونعمل لا 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 ما عندناش الكلام ده إحنا ارتضينا إحنا 9 شهور بروفات ارتضينا أن العرض ده تمام يلا بينا هو ده ممكن نشيل حاجة يبقى فيها مثلا إيه إيه طالة شوية يبقى فيها الإف فيه مثلا أنا قلت إف فيه الجمهور ما تحكش عليه مرة واثنين وثلاثة فخلاص أقوم شايله وندور على حاجة تانية لكن في في قطبان طريق يعني قطبان قطر إحنا ماشيين فيه انضباط شديد مش من هوات أنا شخصيا مش من هوات إن أنا قعد أغير وأعمل لإن أنا لو أنا قادر على ده ممكن يبقى قدامي مش قادر فيقوم الدنيا كلها تبقص إحنا بنشتجل علشان الجمهور سم علشاننا مش علشاننا إحنا بس وننسى الجمهور خليني أقولكم حاجة تانية قلة المتفائل حسستنا إن عندنا مصرح بجد شكرا سامي حسين وصهر الصيخ عايزين دايماً أعملنا المصرحية تكون على نفس المستوى ده أعتقد كلام ده ليك يا أستاذ الحمد للغاية يا رب العالمين هو عهد علي وإن شاء الله وعد للجمهور المصري والعربي وده من ساعة الحياة ما أنا توليت أمانة مسئولية مدير عام المصرح القومي أنا شفت المصرح ده زمان وعيشته مع والدي في أعظم الكلاسيكيات وأنا شفت هو بيستلم جيزة الدولة وسامر علوم من فنون من رئيس السادات على مسرحية عودة الغائب في المصرح القومي للأستاذ محمود ياسين طبعاً شفت ربع العدوية الأستاذ ساميحة أيوب فرشدة النجاح أو زي ما بيقولوا تركيبة النجاح مش صعبة ولكن هي عايزة قدر كبير جداً من التفاني قدر كبير جداً من الاهتمام الانضباط الروح الود الحب المعاني دي لو اترجمت في عمل لازم هينجح والحقيقة الكلام اللي تقال على السوشال ميديا يعني ده فيه أحباً الحمد لله مصرحية المتفاقل سهرة عائلية محترمة ومفتقدين السهرات اللي بتناسب كل العائلة ويمكن ده كلام اللي أنا كنت بقوها وحضرتك إنه مناسب كل العائلة بتحضروا حاجة تانية عن مصرح القامل أنا أقام لي بس من اختب موضوع السوشال ميديا ده أنا عايز بس أوجه شكري كبير جداً لأن أنا شايف أن من أهم الحاجات اللي اتقالت على السوشال ميديا كلمة لمعالي سفير المملكة العربية السعودية وفي مصر السفير قسامة النقلي اللي جي بدعوة مني وأن الحقيقة كنت يعني حابب جداً أنه هو يجي ويتفرج على المصرح القومي كنت مراهن على مصرحية المتفائل اللي ده مصرحية أنا أقدر أعزم بقلب كده معالي السفير وكل الشخصيات العامة وكل الحقيقة الناس اللي تيجي تشرفنا لأن ده عمل يليخ بالقومي الحقيقة رد الفعل كان مفاجأة لما معالي السفير ينبهر بهذا المكان اللي عمره 99 سنة أي حاج لازم ينبهر بهذا المكان يبقى أثر لما يتكلم عن مصرحية المتفائل وقسرته بمنتهى الحب والود ومش بس كده يطلع على خشبة المصرح بعد العرض ويشكرني ويشكر فريق العمل إن إحنا أتحنا ليه فرصة إنه يشاهد هذا العمل الراقي في هذا المصرح العريق ويختتم ده على السوشال ميديا بإنه يطلب صور من العرض أبعته له عشان يكتب على حسابه في تويتر وفيسبوك وإنستجرام والصفحة الرسمية لسفارة المملكة العربية السعودية عن مصرحية المتفائل وعن إعجابه بيها كنت أعيز أسألك يا سيد سامحة كنت أسأل طب خليه أسألك لأولي وسيد سامحة تحضروا حاجة جديدة ولا عادة بتستنوا لغاية ما العرض المصرحي يخلص بشكل كامل وبننت بتتشتغلوا على العرض جديد في المصرح القومي عبقري إن الناس تتشجع وتبعث نصوص عشان تتعامل في المصرح القومي فإحنا عندنا وفرة الحقيقة من الأفكار ومن الاختيارات وفي أكتر من عمل فني يكاد يكون شبه منتهي الإعداد ليه وإن شاء الله الفتر اللي جاي بإذن الله حيبق على طول باستمرار مفيش توقف مصرحية وراء مصرحية زي ما كان بيحصل زماني أبس تسمح قولي بعض المتفائل فيه إيه؟ إحنا في المتفائل في خطة كده للمتفائل إن شاء الله بنأمل إنها تحصل إن شاء الله إحنا عايزينهم معنا شوية كتير شوية بس بولنا طب سلوا شوية الدرامة نحنا كمان بأمر الله لازم نروح للجمهور العظيم الجمهور اسكندرية لازم بأمر الله ديف الخطة والدول العربية وعام مصر فرنسا السنة دي وبنعمل حاجة لفولتير إن شاء الله نسافر باريس برضو كمان ده بالنسبة للمسرح بأمر الله أنا والسينما بحضر لفيلم كده وراء لطيف جدا إن شاء الله داخل أصوره إن شاء الله في اكتبار علشان يبقى في أجازجه السنة إن شاء الله في المسينما طبعا نوارتوني وألف مبروك يا أستاذ سيماح العرض ومشرف والعرض جميل والعرض قريب من القلب ينسب كل الأعمار ومحترم وكوميدي وميوزيكل ويعني الحقيقة حاجة حلوة حاجة مفرحة إحنا بنشكركم جدا وعلشان الدايرة تكتمل إن إحنا لازم فعلا ما نبقاش إحنا شغالين في الظل وجود الإعلام بجانب مصرح الدولة ده حاجة مهمة قوي 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 يعني فإحنا اللي بنشكركم إحنا بنشكركم لوجودكم النهاردة وتصليت الضوء على العرض شكرك شكرك ده شرف لينا يعني كل سنة وحضراتكم بألف خير خلصت صارتنا النهاردة أكيد دالينا صارت أخرى كل سنة وحضراتكم بألف خير إلى اللقاء